تتسارع الأحداث المتصلة بتطورات المشهد الأمني بحضر موت رغبة تنفيذ الجيش لحملة عسكرية ضد مواقع لتنظيم القاعدة في منطقة المسيني غرب المكلة والتي خلفت وراءها ثلاثين قتيلا من المسلح التنظيم وأربعة من أفراد الجيش وفقا لبيان أصدرته قيادة المنطقة فلم يكن إعلان اللجنة الأمنية بالمحافظة إلغاء التحضيرات الاحتفائية بالذكرى التاسعة والأربعين للاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر لوجود ما وصفتها بالمحاذير الأمنية هي آخر المستجدات على المشهد حيث دعا قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الروكن فرج البحسني زعماء غبائل غرب المكلة للمساهمة في تشكيل حزام أمني قبلي يساند الجيش وتأتي هذه الدعوة لتعيد تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه القبائل المحلية في درء المخاطر التي تشكلها تلك الجماعات بعد أن أثبتت القبيلة في حضرموت حضورها المساند للجيش من خلال مشاركتها في عملية استعادة السيطرة على المكلة من قبضة مسلح القاعدة محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلة اشتركوا في القناة